بعد البطولة العربية لما تنتهي الفريق هياخد 18 يوم اجازة ثم بعد كده يبدأ التحضير للموسم الجديد للأسف المسؤولين مش عارفين هيبدأ امتى المدرب مش عارف هيدي مش عارف يعمل وعلى فكرة دي هتلاقي انبالح كان معايا كابتن ايمان الرمادي تكلم في نفس الكلام اوزوريو هيتجنن ان هو مش عارف الموسم الجديد هيبدأ امتى لو رحت الكولر هيقولك نفس الكلام لو رحت البابا فاسيليو هيقولك نفس الكلام لو رحت حمزة الجمل هيقولك نفس الكلام لو رحت الميني عبدالرازق كلهم كابتن طبعا يعني مع حفظ الالقام هيقولك نفس الكلام عايز يعرف الموسم الجديد هيبدأ امتى في الوقت يعني انا هرجعلكم هتكمل معاكم لكن في الوقت اللي ان النهاردة النهاردة او انا بكلمكم الدوري السعودي وربطة انديت الدوري السعودي بتعلن عن جدول الموسم القادم بداية من يوم 11 أغسطس كل المباريات بالتواريخ بالمواعيد من أول مباراة حتى نهاية الدوري من أول جولة لنهاية جولة لآخر جولة وعندهم خلي بالكم أندية مشاركة في كاس العالم للأندية الاتحاد مشارك في كاس العالم للأندية وعندهم كاس الأمم الأسيوية في وسط الموسم هتلاقيهم منزلين جاهزولي الإعلان بتاع جدول الدوري لربطة الدوري السعودي عندهم ظروف تعتبر مشابهة زينا عندهم أجندة دولية طبعا عندهم كل حاجة لكن النهاردة هو الجدول بتاع أعلانة ربطة الدوري السعودي الجدول الكامل لمباريات الموسم الجديد لدوري روشنا السعودي في الوقت اللي انت هنا محترامي الكبير احنا بالنادي ان لازم يبقى في جدول معلم بالتواريخ من أول مباراة لآخر مباراة على أن لا يتم تغيير تواريخ ومعيد المباريات مهما كان ومهما طلب أو تطلب لمشاركة أي منافس في أي بطولة يعني انت هتلاقي بص الجدول بتاع الدوري السعودي كتب لك الدوري ينطلق 11 أغسطس المقبل بموجهة الأهلي مع الحزم وسيتوقف في الفترة بين 31 ديسمبر ل 15 فبراير بسبب بطولة أمم أسيا يعني من قبل ما البطولة تبدأ بيقول لك اهو الدوري هيتوقف امتى التي تقام في قطر خلال الفترة ما بين 12 ل 10 فبراير وينتهي الدوري يوم 27 مايو 2024 وهينتهي في الوقت ده ما فيش فرقة هتلعب أكتر من فرقة ما فيش فرقة هتلعب جولة إلا ما تكون كل الفرقة أنهت الجولات بتاعتها ده اللي بيحصل في السعودية وتاني عندهم أندية مشاركة في كاس العام للأندية وعندهم بطولة أسيا من دلوقتي بيقولك أقولها أولو شرط آخر نور طيب البطولة العربية هتبدأ يوم كم هتبدأ يوم 28 هتخلص يوم 12 الفاينال يوم 12 حطت هو للهلال والأندية الكبيرة المشاركة في بطولة السعودية الهلال والاتحاد والنصر والشباب هتطلقهم ماتشات يوم 14 أول ماتش في الدوري لا حدش يقدر هناك يقول له لأ أجل الماتش ده ههم يوم الاتنين أبا والهلال يوم الاتنين ههو الرائد والاتحاد كلهم يوم 14 النصر ومين والاتفاق والشباب هيلعب برضو يوم 14 كلهم يوم 14 رجعلي بقى أيا كان مين منهم هيوصل في الفاينال ويلعب يوم 12 محدش هناك خلاص يقدر يجرؤ أو حد إن هو أصلا يناقش يقول لك إيه أجل الماتش بتاع 14 ده أنا نستلعب من يومين لا أنا راجل عاملك بديك فلوس تجيب لعيبة عندك لعيبة عندك لعيبة كتير قوي وعندك لعيبة مميزة وعدد دور المدرب بتاعك إن انت لو وصلت في الفاينال إنه هو إيه يعمل التوازن وعملية التدوير بتاعته على حسب أولوياته دي كورة يا جماعة دي كورة صدقوني والله 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 ما الموضوع ليه علاقة بأهلي وزمالك لو كان الزمالك في نفس موقف الأهلي كنت هقول نفس الكلام مفيش حاجة اسمها إن انت تستنى الأندية هي اللي تقول لك انت حط نظام حط نظام هقول ناس في السعودية وانا يعني الناس شغالة بشكل معين جنبنا هم وريبين مننا جرامنا السعودية وحبايبنا صح هناك بقى إيه قصة هناك مفيش حد بيستنى الأندية هتطلب ولما الأندية هتطلب ايه رد فاعلي ومين ه مفيش حد هيقول الكلام ده أنا المنتج أنا صاحب البطولة أنا الأساس نظامي هو الأساس انت جزء من النظام بتاعي زمالك أهلي أيا كان مين انت جزء يحترم وجزء كبير وجزء ليه تاريخ وجزء من كل حاجة لكن في النهاية المنتج اللي لازم ينجح هو مين منتج الدوري المصري منتج الدوري المصري فالنهاردة أنا عايزة أروح لكم تاني النهاردة المدربين مش عارفين الدوري هيبدأ إمتى عشان يشوفوا يقسموا الأجاذات بتاعتهم على حسب مش عارفين ده بيوربك المدربين فالنهاردة برضو يعني الناس طلبة المدربين والناس الفنيين اللي شغالين في الأندية سواء بقى بتعلم الفيتنس كوتشز أو الناس اللي بتحضر الـ أو ممكن يكون فريق مسافر مثلا عايز يلعب ماتشط ودية برة ويرجع يشوفها يرجع امتى كل ده التأخير في الإعلان عن جدول الدوري والتواريخ بيوربك الناس اللي شغالة في قطاع كرت القدم ونفس الكلام بالنسبة لإقطاعات الناشئين نفس الكلام فطبعا يعني ياريت وبنتمنى وبنطالب ربطة الأندية ولجنة المسابقات ان هي تخرج بجدول الدوري مش تخرج بجدول الدوري تقول ان اول 3-4 أسابيع بس مين لأ جدول الدوري كامل وتحدد شروط تقول فيها وتاني احنا هنا قدينا في ايديك وبنساعدك مش مش بننتقدكم احنا بنطالبكم وبنرجوكم ان احنا عشان نعمل نظام جدول المسابقة صح والله احنا اول ناس هنبقى معاكم وبنساندكم الموضوع مش خناء الموضوع كلنا في الاخر شغالين للصالح العام نفسي ان يخرج خلال الاسبوع اللي جاي جدول زي ما كده جدول الدوري السعودي خرج كده يتقال فيه يتقال فيه ان الجدول كامل التواريخ الجدول بتاع الدوري من يوم كذا ليوم كذا هيخلص مثلا واحد سبعة تمام ما فيش مشكلة وهيبقى فيه توقفات مثلا في مشاركة الاهل في كاس العالم للاندية ومثلا والدوري الافريقي الممتاز وكاس الأمم الافريقية مع طبعا الاجندة الدولية وحط الجدول كده وخلاص اقول ان انا مش مش هغير اي حاجة في الجدول مهما حصل انا انا المنتج انا اللي بحط النظام واللوايح والنظام بتاع بتاع المسابقة هديك في المطشاط اللي برا تلات يام والمطشاط اللي هوم ممكن تلعب بعد يومين زمالك اهلي فيوتشر بيراميدز اي نادي بشارك بشارك في افريقيا لان دلوقت يا جماعة الناس اللي بتتحكي عليكم تقولكم ظروف الطيران في افريقيا مختلفة دا كلام مش حقيقي الاندية دي كلها اللي حضراتكم اللي أنا بقولها لكم بيسافروا بطيرات خاصة بعد المطش بسبعة تابن ساعات بيبقى موجود جواه القاهرة